اشتركوا في القناة في الدقيقة الثامنة وفي الدقيقة عشرين يضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي اللاعب المتقلق ميدو اسامة من أسست رائع من اللاعب أحمد أشرف لتصبح النتيجة للنادي الاهلي في الدقيقة عشرين اتنين صفر عن طريق ميدو اسامة وفي الدقيقة سبعة وثلاثين يضيف أحمد أشرف أحد نجوم اللقاء في الشوط الأول الهدف الثالث للنادي الاهلي من عرضية من البديل اسلام عبد الله لتنتهي الشوط الأول أو لينتهي الشوط الأول ثلاثية نظيفة رائعة للاعب النادي الاهلي كابتن حشيش شوط أول رائع شوط أول قوي ينتهي بثلاثية النادي الاهلي الشوط أول طبعا جميل بداية حلوة مليئة بالأهداف الشوط الأولين 45 دقيقة ثلاث أهداف ده يعتبر كم كبير من الهداف في الشوت يعني النادي أهلي مستحوظ على حلقة الكورة أغلب 45 دقيقة أظهر أكثر من لعيب بمستوى كويس منهم طبعا مزن أسامة وميدو أسامة وأحمد أشرف عبد الرحمن شريف بصراحة يعني مش هادرحكم على المدافعين أول لأنه وكانش فيه هجمات كتير على النادي الأهلي يعني يمكن صدى رائع من حمدي حسن شوتها كويسة من على بعد كبير ومنفاجأ يعني كان هو يعني شايفها كويس وكرة تانية برضو فاول من برة قريب من الثمانتاشر من وراء الحيطة تلفت أنه هو برضو كان شايفها كويس يعني ده مجمل الشوت الأولاني استحواز كامل من نادي الأهلي وسيطرة كاملة أحرازت ثلاث أهداف نتمنى أن الأهداف تزيد ونشوف متعة أكتر في الشوت تاني دكتور أحمد شوت أول قوي بداية قوية من لعب النادي الأهلي افتتح التسجيل في الدائرة 8 واداء راية واستحواز لصالح لعب النادي الأهلي سيطرة واستحواز أهلاوي وسلاثة أهداف ده عنوان الشوت الأول سيطرة واستحواز وتلاث أهداف أنا شايف أن النادي الأهلي في الشوت الأول عنده جبهة يسرى كوي رجع كده الهدف الأول من بدايته الملعب تحسه ماء لنحية الشمال أكتر الجبهة اليسرى بتاعت النادي الأهلي سواء مازن أسامة أو إسلام عبد الله لما نزل ومعهم ميدو أسامة هات كده الجون الأول عزين الهدف الأول يا مجدي بص الوان طول معمول والأوفرلاب اللي عمله مازن أسامة في ظهر ميدو أسامة بص الجون الأول بداية الهدف هنا الجبهة اليسرى فيه عملية أوفرلود فيه أربعة من اللعب وقف ثانية واحدة فيه أربعة لعيبة من النادي الأهلي في الجبهة الشمال هنا هتعامل الوان طول رجعها بس من الأول يعني رجعها سنة صغيرة الورا بس هتلاقي هنا الوان طول هبص هنا مين اللي راح له الكرة الأول مع إسلام عبد الله الباكليف ميدو أسامة ميدو نابيل هو جاي عمل عليهم عملية الأوفرلود كده فيه أربعة نحية الجبهة الشمال بنسميها أوفرلود يعني تحميل عددي وفيه تفوق عددي وتمركوزي نحية الشمال كده راحت لإسلام عبد الله قطع على القريبة المهاجم عبد الرحمن شريف اللي احنا قلنا عايزين نتفرج عليه النهاردة عجبني أقوى في القطع على القائمة قطع على القريبة بشكل ممتاز أنا شايف إن هو مهاجم قوي بدنيا ممتاز بس على الأرض محتاج شغلة لسه الكرة على الأرض عنده يعني جات له كرة كده هو رايح عجون كان مفروض يفوت ويعدي النحية الثانية ويقدر يسجل منها كابتن حشيش ده الهدف الثاني ميدو يسامة واحد من النجوم المتقلقين في الشرط الأول أحسن حاجة في الهدف ده كما كرة تردت له ووسع لنفسه كويس قوي ما قمشي كورة أيوا هنا بص الهدف ووسع لنفسه كويس قوي طبعا المدافع ما كانش متوقع كده متوقع أنه لسه يمسكها ويلفي بها هو ووسع لنفسه وخدها في اتجاه الجون وطبعا شاطها بيمين حرس الورم الجون كله إنه ووسع لنفسه لو كان استلم كان عميت له مشكلة أو تأخر فيها الهدف الثالث من الجابة الشمال برضا دكتور أحمد جابها المميزة اللي أنت يعني قلت أن الجابة الشمال عاملة الجابة الشمال كوي جدا حتى لما نزل إسلام عبد الله يعني اللي عمل الأوفر هاتوا من أوله كده اللي عمل الأوفر رقم ثلاثة اللي هو إسلام عبد الله هنا رقم واحد وتلاتين أقول اللي عمل الأوفر مين إسلام عبد الله اللي جاب الجنبة مين أحمد أشرف ومحمد أشرف واحد رقم واحد وتلاتين أنا بشوف أنه هو لعيب كرة شراب كرته حلوة على الأرض لعيف سريع عنده المهارة رقم 31 اللي هو أحمد أشرف الجناح اليمين ده الوحيد لنحية اليمين اللي عامل شغل بأحرز هدف وصنع هدف أسست عامل شغل بص الهدف ده أنا عايز أقفه ده من اللقطة دي يا شباب أيها توانى من الكادر ده هنا عبد الرحمن شريف واحد بص هنا قطعته قبل حرس المرمى ورايح حاطت مشت القدم بتاعه عشان يسبق حرس المرمى التوقع بتاعه فريد الهدف برضو من الهدف الحلوة القائم القريب وحدك كنت ملك القائم القريب فده ميزة المهاجم من رأس الحربة اللي بيطع على القائم القريب ده مهاجم ممتاز يعني بتعرف انه مهاجم عنده عنده خامة واعدة هنا برضو كرة دي فيه كرة تانية برضو كانت في الديئة 45 في الآخر في الديئة 45 والثانية 19 كانت عرضية برضو من الجابعة الشمال دخل فيه أحمد أشرف برضو اللي هو كان واحد من نجوم أنا شايف الكوكتيل اللي قدام ده كويس ميدو نبيل على ميدو أسامة على أشرف على عبد الرحمن شريف وكيف واحد فيهم أشرف بقى فيه كتاب عدد كبير من اللعبة طيبا كلهم مع عدد ميدو أسامة بس وعبد الرحمن شريف إنما البيب كله بلعب الرجل الشمال كابتن حشيش الخط الخلفي السلاس إبراهيم عبد الحكيم أحمد داود عبد الرحمن الرجل زي ما قلت عايزهم يلعبوا في الأمان الكرة السهلة الرقابة علشان كده ما شفناش خطورة غير حاجة بسيطة جدا على طريق حسن حارس مربى النادي الأهلي يعني الحقيقة حتى الخطورة اللي جات على النادي الأهلي هي من فاول من برة وكرة متشاطة من تقريبا على بعض كبير جدا جدا يعني ما فيش هجمات نقدر نحكم فيها برضو على المساكين أو الخط الخلفي فيها يعني البيت الكور كله تصرف فيها سهل إذا كان بلعبها على اليمين أو شمال أو بيسلم واقف يعني في نصف الملعب فمفيش خطورة واضحة كانت على مرمى النادي الأهلي زي ما قلت لك هي بس كورتين وحاجات من دين وتعامل معهم بشكل جيد طريق حسن مصطفى أبو الخير وميدو نبيل أيمين بالدور مهمة في نصف الملعب دكتور أحمد مصطفى أبو الخير بأمن وسط الملعب بشكل جيد وميدو نبيل هو ظابط الإقع في الفرقة هو اللي تلاحظ أنه بينزل يستلم من الخلف دايما هو العامل الشكل هو اللي بيبني الهجمة من الخلف بصراحة عامل دور هجومي كويس ميدو نبيل في تحضير الهجمة مصطفى أبو الخير هو الدور الدفاعي هو اللعب اللي بيجري كتير معدل جريه كتير بيدافع أكتر ننفعش ننسى تطارق حسن الحارس المرمى لأنه هو أصلا كان الحارس التالي يعني مصطفى مخلوف الأول حارس الأول مع الدرجة الأولى وأدهم سيحة كان مصاب وجات الأصابة رقم ثلاثة طارق حسن النهاردة بصراحة حارس كويس لا دخل باتنا احنا بالله نتكلم يبلازم تحسب لمدارب حراس المرمى الكابتن خالد عثمان يعني واحد من المداربين الأكفاء إنك أنت ثلاث حراس أنت مجاهزوا على نفس الكفاءة يعني أنا طارق حسن احنا أول مرة نتفرج عليه النهاردة صراحة عامل شغل كويس صد كرة في الديا 26 وعشرين واربعة واربعين اللي هي كانت من الضربة السابتة ووحدة تانية برضو في الديا 34 فيحسب برضو أن احنا عندنا حارس مرمى ثالث بنكتشفه النهاردة الصعوبة في كده أحمد بالنسبة للحارس المرمى حارس المرمى طول المطش بيبقى قاعد في هدوء يعني فلما يجي له كور مبغتة وهو يعني مش ويجيبها فده دليل أنه هو مركز كويس أو في المطش لو عندنا صدات لحارس المرمى طارق حسن مخرجنا مجد عزيزي نعرضه وحنا بنتكلم عن برضو واحد من الحراس المميزين النهاردة يعني في الكورات اللي تصدى لها طارق حسن حارس مرمى في واحدة في الضربة السابتة كانت في الديا 34 وفي واحدة كانت في الديا 26 بصراح فهو حارس من الحراس بتتكلم نهاردة أن النادي الأهلي بقى عنده مصنع حراسة مرمى الوقت أنت الحراس البدد طبعا بالوجه التحية والشكر طبعا لكامتين أحمد ناجي واحد يعني برضو من المشرفين على حراس المرمى النادي الأهلي مع المدربين عاملين شغل رائع دي أحدى صدات طارق حسن دي تصدى لها بشكل جيد أبعد الخطورة عن يعني الصعوبة أنها مفجأة يعني من بعيد وزي بقولك الجون مع الهوش مش تحت ضغطة على طول هو قاعد برضو مريح شوية نتيجة أنه فيش هجمات فلما يجيه واحدة مبغتة دي كورة تانية كابتن عامش دي صعبة بالإيد العكسية بالإيد الشمال يعني هو هنا تحركه والفوتورك بتاعه ودربة السابتة وبالإيد العكسية الشمال من فوق الحيطة شالها ماشاء الله بمتاز بطول الفارع كمان كابتن حشيش الأطراف عاملة شغل النهاردة مازل أسامة ناحية الشمال باكلفت ومحمد وائل فاتحين الملعب بشكل جيد وفيه تنوع في الهجمات للعب نادي الأهلي وده اللي خلى ميدو نبيل ملوش دور في الأجناب هم يعني مستني في نصف الملعب هو بس اللي بيزبط الأداء وبيلعب ناحية اليمين ناحية الشمال زابة الحتة دي مفيش فرصة أنه هو لأن الأطراف مليانة كابتن شرف ناحية الشمال عنده ناس وناحية اليمين عنده ناس فهو موقف ميدو نبيل بس بموضوع بس البساطة أو التغذية أو ربط الملعب يعني الرباعي الأمام دكتور أحمد وكنا تكلمنا عن أهميته في بداية المباراة أحمد أشرف ميدو نبيل ميدو أسامة عبد الرحمن شريف الرباعي فيه تفاهم بشكل كبير فيه ربط وانسجام والدليل على كده شفنا أن الرباعي مشارك في الأهداف التلاتة للنادل أهلي طبعا يعني أنت بتكلم أحمد أشرف أحرز هدف وصنع هدف ميدو أسامة برضو أحرز هدف عبد الرحمن شريف مسجل هدف برضو ميدو نبيل وميدو نبيل هو اللي بيثبت اللي بيثبت اللي بيثبت بتاعة الفرقة دي اللي بي لك برضو الدكة الدكة برضو فيه دكة لأن الشط التاني هتحتاج لعيبة تعمل لك تنشيط يعني يوسف شريف الناس برضو ممكن تتفرج عليه رقم سبع العيب اللي هو برضو بلعب جناح شمال تعيب كويس ممكن يديك استحواس في التلت الأخير من الملعب يوسف شريف محمد حمدي ميسي الناس كلها عارفة شافيته في فترة بيتسو موسيماني لما كان بلعب في الفريق الأول برضو ممكن يبقى حل ما كان أحمد أشرف تتكلم على التغييرات الهجومية الاثنين اللي قدام تحديدا لأنه أنا شايف برضو رغم أن أنت كسبان ثلاثة محتاج شراسة أكتر محتاج تدوس أكتر فأنت محتاج تنشيط تنشيط ده هيجي من خلال مين من خلال يوسف شريف ومن خلال محمد حمدي ميسي لو حبيت تنشط في وسط الملعب أو تعمل كسافة عددية هيبقى أعتقد أن هيبقى الخير الأول ليه أحمد تعيمة لكابتن محمد شرف الموديف الفني أعتقد أن هيبقى الخير الليه الأول في وسط الملعب أحمد تعيمة أحمد تعيمة يعني ممكن يلعب بارتكاس تاني لو حبي ينشط وسط الملعب لكن بالنسبة للأجنحة عنده اتنين كويسين جدا محمد حمدي ميسي أعتقد ممكن يبقى التغيير الأولانية محمد حمدي ميسي ويوزف شريف لاتنين دول تحديدا أجنحة تقدر تغيال لك الشكل وبرضو فيه علي نادر رقم 18 برضو ممكن ينزل يكل دوق فيه ميزة كمان يا أحمد فيه ميزة دايما دايما اللي بقى فيه نتيجة كويسة الشوط الأولاني ثلاث أهداف بيدي فرصة كويسة للمدير الفني إنه هو يقدر يعمل تغييرات بقى رياحية إنه هو مش مزنوق ومش مضغوط هو كسبان ثلاثة جاهز اللعيبة كلها فرصة جاهز اللعيبة كلها دي فرصة كويسة لأنه جاهز أكتر من لعيب الشوط الثاني يعني كابتن حشيش لو أنت ما كان لكابتن محمد شرف بين شوطان لقاء كسبان ثلاثة الشوط الأول هتقولي لعبتك الشوط الثاني النهاردة كمان المباراة مزاع على الهوى فرصة للعيبة تبنادي الأهلي اعرض كل واحد يعرض نفسه كل واحد يقول لنا موجود زي لعيب 2005 مباراة سابقا وبدأت الناس تتكلم عليهم هقول لهم أنتم موضلاتي خلاص ضغط تشال من عليكم كسبانين ثلاثة بتلعبوا على أردوكو في فرصة لتسجيل أكتر من هدف الشوط الثاني تعمله سكور على فرقة الجونة لازم بيقى فيه شراسة هجومية أكتر لازم بيقى فيه تصويب أكتر لازم بيقى فيه لعب جماعي مش عشان ثلاثة صفر كل واحد بقى عايز أحيانا لما بقى فيه استعراض شوية كل واحد بقى عايز يجيب هو الهدف أو يحرز هدف لا الهدف هتيجي من خلال لعب الجماعة ومن خلال الفرقة كلها الشوط الثاني يا دكتور سابت يعني أبرز التعليمات اللي ممكن يقولها الكابت محمد شرف للعبيب بين شوطان اللي قول لازم تنزل أولا تعرف أن النتيجة سفر سفر ما تحطش في دماغك أنها تلاتة سفر انزل كأنها سفر سفر عايزين لسه نجيب جون عايزين تأمن النتيجة تحاول أن أنت تضغط أكتر وأن أنت تستغل أنا أتوقع أن الجونة هيقع بدنيا في آخر نص ساعة فأنت لازم تستغل الكلام ده في نقطة برضو مهمة أننا نتكلم عليها نقطة تواجد الحكمة أول مرة النهاردة نشوف في المباراة حكمة كابتن نور أو نورة سامير النهاردة أنا شايف برضو أن هي عاملة ماتش كويس آه ممكن فيه فاول أو اتنين مثلا بس أنا شايف أن التجربة كويسة طبعا نحن تقدري آه يعني شايف أن هي تواجد برضو حكمة الكابتن نورة سامير أن الناس النهاردة بتتفرج على ماتش الفين وثلاثة لأهل وجونة وبقى فيه حكمة أعتقد أنه برضو دي حاجة برضو جديدة على الناس أنه يبقى فيه حكمة في الحكم مباراة حكم ساحة ممكن كانت تبقى حكم راية أو حكم رابع نشوفنا قبل كده كان بيبقى فيه حكم خطوط يعني بنات أو ستات يعني دي حكم ساحة يعني هيبقى معانا الكابتن نصر عباس في نهاية اللقاء وهيقيم طاقم التحكيم زي المباراة السابقة قايم طاقم التحكيم النهاردة برضو هكون فيه تقييم لطاقم التحكيم ونشوف يعني من خلال رؤية الكابتن نصر عباس كابتن حشيش الاحتياط النادي الأهلي أدهم سيحة إسلام عبدالله نزل في الشرط الأول مكان مازن أسامة فيه عبدالجواد عبدالرحمن يوسف شريف أحمد طعيمة عبدالله زيدان علي نادر سمير محمد ومحمد حمدي بس الأقرب من بودلاء النادي الأهلي ممكن يدفع به كابتن محمد شرف في الشرط الثاني طبعا أنا مش عارف حالتهم الفنية والبدنية إنما أعتقد محمد ميسي ممكن ينزل للشرط الثاني وأحمد طعيمة ممكن ينزل ممكن دول أقرب يعني إنما هو أنا أعتقد أنه يستنفذ كل التغيرات زي بقولك هيستغل الخمس تغيرات بتوعه فيه سكور كبير وإن شاء الله يزيد الشرط الثاني ففرصة أنه يستغل كل طبعا التغيرات اللي عنده يدي فرصة للناس في بداية طبعا الأسبوع التاني من البطولة يجهز الناس كلها تحسوبا لاي حاجة دكتور سابت ممكن الشرط الثاني كابتن محمد شرف يغير طريقة اللعب من ثلاثة أربعة ثلاثة ويبقى أكتر هجوما وأكتر شراسة إضافة أهداف ولا هو همسبط طريقة اللعب اللي كسب بها الشرط لأنا هيلعب ده الشرط الثاني أعتقد أول ربع ساعة هيسبت أول ربع ساعة أعتقد هيبدأ من نفس اللي عمله يعني في الشرط الأول نفس الشغل اللي هو مدهولهم أن أنا بحاول أن أنا يستغل الأطراف بس اللي محتاجي يزوده الجابهة اليمين أنت بتلعب بثلاثة أربعة ثلاثة ليه عشان الظاهرين يطيروا دايماً لقدام ويعملوا لك عرضية الظاهرين محمد وائل محمد وائل ومازن أسامة ومازن أسامة خرج ودلوقت إسلام عبدالله فالتنين الجابهة الشمال شغلين لكن أنا محمد وائل واقف دايماً لازم يتحرك لقدام أكتر لو حيفضل كده يبقى أنا ممكن أنزل حد يعمل لجابهة يمين أقوى ممكن محمد حمدي ميسي مثلاً يكون أول تغيير نحية اليمين تشغل الجابهة اليمين شوية مع أحمد أشرف لو حبيت تغير طريقة اللعب أعتقد أن أحمد أشرف ممكن يروح كوينج ظاهير أيمن يعني ما كان محمد وائل وتنزل قدامه كمان محمد حمدي ميسي يبقى أنت عندك في الجابهة اليمين محمد حمدي ميسي وأحمد أشرف يعملوا جابهة يمين قوية زي ما فيه جابهة شمال قوية زي مثل زي اللي هو إسلام عبدالله وميده أسامة يبقى عملته معادلة في الجنبين عملت اختراق كويس مع تواجد مهاجم أنا بسميه مشاكس يعني عبد الرحمن شريف كده مهاجم مشاكس عمل قلق قدام يمتاز بالطول يعني ألاحظ أنه بتقريبا فوق المتر وخمسة وتمينين أو متر وتسعين طوله قوي بدنيا مشاكس جوه المنطقة بيعمل قلق فعايز عرضيات كتير تمام كانت الحزيش من خلال الشوط الأول من أكتر لاعبي يعنيوا للنادي الأهلي في حد لفت نظرك من لاعب الجنة فيه الولد أنا مش عادي رقم كامي ممكن 15 واللي هو الشاطئ الكرة اللي شاطها من بعيب دي زياد كامي لعبي كوايس أوي ده من اللعيبة الكوائسة وفيه برضو عندهم فرو التاني برضو لعيب كويس مصطفى مجدي مصطفى محمد ده المهاجم مصطفى محمد المهاجم ده لعيب كويس دول أكتر لعيبي دول أكتر اللعيبة الكويسة اللي لفت النظر يعني طيب من الأهلي بقى اللي لفت نظرك أو نجم من الشوط الأول فيه يعني أحمد عشف طبعا لعيب كويس أوي وميدو أسامة ويجي مازن أسامة برضو في الترتيب معهم يعني ثلاثة دول كان هما اللي ظهرين الحياة خلال الشوط الأولين أحمد أشرف مازن أسامة قبل ما يخرج دول اللافت ونظر كابت محمد حشيش دكتور أحمد سابت أتطفق مكاتب محمد زود بس طريق حسن حارس المرمى ده اللي تفتنين مفاجأة بالنسبانا النهاردة أو مكناش نعرفهم صراحة طريق حسن حارس المرمى بتاع النادي الأهلي ده جديد عامل أداة كويس والمهاجم عبد الرحمن شريف أول مرة نشوفه مهاجم مشاكس طويل القامة بيسجب الهداف بيتحرك جوا منطقة الجزاء بشكل كويس بس اللي نقصه لسه الفطور والكورل على الأرض لما جات له كورة كان مفروض يطولها النحية التانية وكان يخدها المهاجم عبد الرحمن شريف جات له كورة كانت انفراد كان سهل أنه يخدها الباك غلط ورجعها كان ممكن يطولها النحية التانية ويخدها من وراه ويروح في ظهره يا كارت أحمر يا ضرب الجزاء يا جون الفكرة بس يمكن ما كانش متوقعها بس محتاج يشترك احنا هنا دورنا ان احنا بنقوله لتا حاجات اللي يطورها محتاج انت مهاجم ممتاز بس عندك حاجات محتاج تكملها وزي ما قلنا ان هو أجاد في الجون الأولاني وقطع على القريبة ودي حاجة كويسة في التحركات زي ما قلنا الميزة بنقول الحاجات اللي نقصة التلتة هدافة كابتن حشيش هدف الأول عبد الرحمن الشريف الهدف التاني ميدو وسامة هدف التالت أحمد أشرا أكتر هدف من وجهة نظرك يعني شايفه من أحلى الأهداف انا بقول ميدو وسامة لان انا عجبني اهدف التاني ميدو وسامة لان هو الكرة لما جات له وصع يا ريت نعرض الهدف التاني يا مجدي عشان وكابتن حشيش بيتكلم يعني نستعرضه مع السيد الميزة عشان ان التحرك بيبقى تلتة ربع جون يعني هو الكرة جات له الحقيقة وكان يعني وشه للقرة انت عجبك ان هو سابق كرة وصع لنفسه بقى وشه للقون يعني هي من لمسة واحدة بص بص وصع لنفسه هي لمسة واحدة ما وقفش ما بصش هو بتاعه هو عارف هيعمل ايه يعني يعني الكرة جات له هو عارف هيعمل ايه الفينيش بتاعه على الجون حلو يعني احنا حضرنا كذا ستوديو الميدو وسامة تلاحظ ان الفينيش بتاعه على الجون او لمسته الأخيرة حلوة انا شاف ان الجون بقى الاول هو الافضل الدكتور رحمة ثابت الجون الاول انا عجبني تحرك المهاجم طيب نشوف الهدف الاول برضو يعني ده اكتر الهدف عجب الدكتور رحمة ثابت هدف عبدالرحمن الشريف اه عبدالرحمن الشريف خدمة خمس نجوم اي حاجة تحتاجوها موجودة هنا اولا عملية التحميل العدد الموجود او اربع موجودين نحية الشمال والباك ليفت والاوفرلاب اللي عمله احلى حاجة في الهدف القطع على القائم الورايب المهاجم اللي بيطع على الورايبة ده تعظيم سلام ليه اللي هو المهاجم عبدالرحمن الشريف وانت عندك زيادة عددية في الجبهة الشمال وعندك اوفرلاب وانطوط عمل بشكل جميل وعندك تحرك وفنش كويس من المهاجم اختلاف بقى احمد اختلاف ما بين الجول الاولين والتاني ان الاولين زي ما انت بتقول حلو في الجماعية بتاعته في جماعية في بدايته الجول التاني بتاع عميده هو حاجة فردية يعني مهارة فردية طب انا اخد انا بقى اخده يعني هتبيني نقعد معاكم الهدف التالت برضو نحلى الاهداف ارجع علي بالهدف تاني يعني انا هعتبر نفسي محلل مع كابت الحشيش هنا طبعا عرضية اسلام عبدالله هنا الانتشار الجيد داخل التمنتاشر برضو عبدالرحمن الشريف انه قطع على القائم الاول تكملت احمد اشرف اللي هو بلعب ناحية الينين هو ضامن لقلب الملعب وقافل الملعب انتشار جيد لعب النادي الاهلي واحد قطع على عرضه الاولى في حد على بعيدة واحد قافل على التمنتاشر علشان كده الكرة التانية مهمة جدا احمد اشرف السيطرة كمان على الكرة لما زق الكرة بقت قدامه والتزديد بوش الرجل وهم نهدفين الفرقة السنة اللي فاتت جاب 6 جوان فلمسته الاخيرة حلوة كمان اخدها بوش رجله حلوة او كتمها في الزاوية البعيدة فبصراحة احمد اشرف احرز هدف وصنع هدف فيعتبر نجم الشوت الاول حتى الان عايزين نشوف الشوت التاني بقى يعني اداء احسن من كده وعازين نشوف برضو استغلال الكور السابتة لو كان فيه كور سابتة عشان نشوف برضو فكر كابتن شرف فيها واللعيبة برضو متضربة لان يعني فيه متشاط جاي اصعب من كده وفرق اصعب من كده نشوف كور السابتة فيها تشوف المساكين وهم بيطلعنوا باية من المساكين اطلعوا بقى في الكور السابتة نشوف برضو خدراتهم باللعبة بالرأس تتوقع كابتن حشيشة لنروح فيوصل اهداف اخرى إن شاء الله في زادة في الهدف الشهد تاني إن شاء الله نوصل لستة نكسر رحم السود اللي فاتح إن شاء الله يكون فيه هدف الشهد التاني وكمان أداء رائع من لعب النادي الأهلي بشكر كابتو محمد حشيش والدكتور أحمد سابت ونروح لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكو بعد نهاية اللقاء